هتقولي حاجة على الأطفال اه طبعا لو طفل رايح مدرسة او رايح امتحان فالامتحان ده محتاج مجهود زهنة شوية وظيف مخ يعني ايه وظيف مخ يعني دم يوصل للمخ بصورة كويسة فسيادتك ما تديش المعدة حاجة عنيفة زي الفول حط تحتها مليون خط للمعدة لان ده بيستوجب ان الدم يروح للمعدة بكمية كبيرة عشان عملية الهضم التمن بصورة كويسة بياخد هدم مدة طويل فده بيأثر على وظيف المخ يعني الطفل اللي رايح المدرسة ده ما تدلوش فول ما تدلوش فول وعنده متحان بالزبط تدلو بيد تدلو جبنة جبنة ملح خفيف جبنة قريش اي نوع من انواع الخضروات الفاكهة الغنية بالالياف زي التفاح والبرطقان والاستفندي والكيوي والجوافة كل دي حاجات مهمة جدا دلوقتي حتى كمان في توقيت الشتب الحاجات دي هتدلو طاقة سهلة في الهد اطفال بيحبوا ياخدوا الحاجات اللي هي زي كورنفلكس وسيريلاك فيش مشاكل في الحبوبة كاملة بالمناسبة الشوفان الكورنفلكس اي سيريا الموجودة في الماركت مفيش منه ادنى مشكلة مع كوباية لبن كامل الدسم لو عايزة تضفيلوا مع علاقة عصر ابيض مفيش مشكلة مش عايزة تضفيلوا ممكن تستعيد ده بالفاكهة اللي موجودة زي الفراولة او الكيوي او الجوافة من الحاجات المهمة جدا كواجبة دسمة كاملة لفواكبة الفطار بالنسبة للاطفال والبكبار انهم ياخدوا فواكه بالزبط طبعا فبنتكلم على بقى فراولة وجوافة وبرتقان فيتامين سي فيتامين سي جاهز يبقى كوافة وكيوي وبرتقان حمضيات مهم جدا في التوقيت اللي احنا موجودين في ده والالياف كمان حلوة بتملى المعدة بصورة كبيرة فالطفل ممكن ما يحتاجش انه يأكل غير بعد مدة